موسيقى النشط الاقتصادية من قناة الأخبار المغربية اهلا وسلام بكم بداية استهلت برصة ودر البيضات دولتها اليوم الجمعة لوقع الأحمر حيث حقق المؤشر الرئيسي مازي ترجعا بنسبة 0.12% ليستقر عند 13.394.67 نقطة وسجل مؤشر مازي عشرون الذي يعكس هداء عشرين مقاولة مدرجة بالبورسة انخفاضا بنسبة 0.7% إلى 1077 نقطة تراهن الصناعة الغذائية المغربية على اغتنام الفرص الواحدة التي تتيحها أسواق أمريكا الشمالية لا سيما من خلال مشاركة قوية في المعارض المهنية الكبرى بأدف تحفيز دينامية الصادرات وعقد شراكات تجارية فبعد معرض الأغذية الفاخرة فانسي فود بنيويورك في يونيو الماضي يحل المغرب مجددا ضيف شرف المعرض الدولي للأغذية في مونتريال هذا الأسبوع وفي شتنبر المقبل سيتم الاحتفاء بمنتجات الصناعة الغذائية المغربية في مياميا بولاية فلوريدا هذا وأكدت الوزيرة المنتدى المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزورة أمس بالرباط بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإتصالات ومجتمع المعلومات أن المغرب منخرط بقوة لاستفادة من التكنولوجيات الرقمية وقالت السيدة مزورة في كلمة تلتها بالنيابة عنها الكتبة العامة لبسرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة سار العمرانية في طار لقاء تحت شعار الابتكار الرقمي في خدمة تنمية المستدامة أن المغرب منخرط بقوة للاستفادة من التكنولوجيات الرقمية لرسم معالم مستقبل واعد وأكثر استدامة لمواطنيها هذا وأكد رئيس الاتحاد العام لمقاولة المغرب شاكي بلعلج أمس بكيغاليا القطاع الخاص المغربي وفي لالتزامه بالمساهمة الفعالة في التنمية المشتركة والتقدم بإفريقيا بفقا لرؤية صاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله وقال السيد لعلج خلال جلسة حول الاستثمار بالمغرب إزالة الكربون من أجل الازدهار نظمت في طريق قمة منتدى رؤساء التنفيذيين في إفريقيا المنعقد يومي السادس عشر والسابع عشر من ماي بيكيغاليا إن القطاع الخاص مطالب بأن يكون نموذجيا ومرنا ومبتكرا من أجل مواكبة دينامية الإيجابية التي يشهدها المغرب مبرزا أن هدف الاتحاد العام لمقاولات المغرب يتمثل في تسريع دينامية الحالية للعمل المناخي وتزويد المقاولات المغربية بالآليات التي تتيح لها يغتنم الفرص التي يتيحها الانتقال الأخضر يتفع تسعر النفط اليوم الجمعة ومن المتوقع أن يحقق خام بيرنت أول مكسب أسبوعي له في ثلاث أسابيع حيث عززت المواشرة الاقتصادية من المستهلكين الرئيسيين الصين والولايات المتحدة بالأمال بارتفاع الطلب وأثار ناتج الصناعي الصيني نموا بنسبة 6.7% على أساس سنويا في أبريل حيث اكتسب التعافي في قطاع تصنيع زخما متسارعا من نسبة 4.5% في مارس مما يشير إلى احتمال وجود طلب أقوى مقبل وفق رويترز اتجى تسعر الذهب اليوم الجمعة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن عززت بيانات التضخم الأمريكية التي صدرت في الأونة الأخيرة بخفض الفيدرالية لأسعار الفائدة خلال العام الحالي وارتفع الذهب في المعاملة الفورية بـ 0.4 دولار للأوقية وفق رويترز ويتجه لتسجيل ارتفاع بواقع 0.7% حتى الآن هذا الأسبوع نهاية النشر الاقتصادية لليوم نلتقي بعد قليل في مجزل لأهم الأنباء شكرا لكم على حسن وطيب المتابعة إلى اللقاء